سنناقش كل هذه المحاور مع ضيوفنا ويسعدني أن أرحب هنا في الستوديو الأستاذ دانيال الملحم أنت أستاذ وباحث متخصص في أسواق المال الشق الاقتصادي ستكون له حصة معنا اليوم أيضا معنا سيد يوسف عزدين عضو حزب مواطنون ومواطنات في دولة ومن بيروت ينضم إلينا السيد وليد أشقر عضو المجلس السياسي في الطيار الوطني الحر وأيضا من العاصمة بيروت ستنضم إلينا الناشطة تيرلاجو معلولي أتوجه إليك يوسف عزدين استمعنا إلى شهادة سنة أنتم في الخارج تتابعون المظاهرات أيضا تنظمون مظاهرات هناك شق على الأرض بداية هل يقلقكم هذا التحول الذي شهدناه نهاية الأسبوع وكيف تضغطون عمليا من أجل عدم الانزلاق نحو عنف أكثر في لبنان هذا السؤال يجب أن نسأل للسلطة لأن السلطة هي المسؤولة الأولى وهي المحرد الأول على عمل العنف لما السلطة عندها تعنط وفشل بإدارة الأزمة وتمسك بالكراسي على مدى ثلاثة شهر كانت هذه الانتفاضة السلمية لم تصل لشيء مع هذه السلطة وفوأ يعني ما بقعرف أنا أستاذ وليديا ومن كان آخر 90 يوم لأنه عم بيقولوا بالتسعين يوم اللي مضوا مصارفي إلا بعض المناوشات الطفيفة يعني يمكن ما شاف الأمصان السود لما نزلوا حراء الخيام بوطس بيروت بس مش هذا الموضوع الفكرة أنه كل شيء عم بيصير اليوم من نتائج لهذه السورة إن كانت سلمية ولا غير سلمية هي نتيجة تعنط السلطة وفشلها أصلاً هيدا السلطة هيدا المنظومة السياسية الموجودة اليوم يلسلت 30 سنة غير قادرة أن تلاقي حل وهذا الشيء اللي عم بيسبب عم بيوصل العالم لأنها تتظاهر بطريقة يمكن غير سلمية بعدين أنه إذا يمكن مزعوجين من قطع شجرة أو من قطع طريق ما أنتوا قطعتوا أرزاق لهذه العالم بالنهاية بس يصير قطع الأرزاق مستباح قطع طرقات بيصير مشروعة هيدا العالم اللي نزليه عالم جوعاني هيدا أباء وناس عندها يمكن ناس عندها أولادة بالخارج مش قادرة تبعط لمصاري مش قادرة تشتري ربطة خبز للطعم أولادة بالتأكيد نحن اليوم من أكد أنه جزء كبير من المطالب نحن اليوم من خلال وجودنا على طاولة مجلس الوزراء والمناكفات السياسية التي كانت مقصودة بوجه التيار الوطني الحر عطلت عمل مجلس الوزراء وما خلتنا نحقق هذه الأهداف اليوم إذا الشارع قادر يساعدنا لإيصال صوتنا بطريقة أوضح نحن معه نحن حده ونحن جزء من هذا الصوت هذه الحكي الشارع زهق منه أنتو سرلكم من وقت ماج에توا على الحكم من وقت موجاتوا على البنان أنتو عم بتزدتم المسؤولية على غيركم أنتو بحالة إنكار للواقع إنكار لفقر الناس الجوع الناس إنكار للمسؤولية ورمل المسؤولية على الآخرين هواديك بقولولكن أنتوا الوصلتون إلى هنا بس أنتوا ما خلتوننا نشتغل أنتوا بحالة إنكار وبحالة تأجيل تأجيل الكأس المرة تأجيل المحتوم بانتظار اللاشيء سيد أشقر هل تعتبر أنها مسألة وقت قبل خروج الأمور من عقالها هل تخشون من سيناريو مماثل نتمنى أكيد أنه ما توصل الأمور إلى هذا المستوى نأمل أن القوى الأمنية يكون في عندها طريقة عقلنية بالتعاطي مع المتظاهرين وبتمنى كمان من اللي يسمون القوى الأمنية مندسين واللي عم يعملوا أعمال شغب واللي أنا مني مع أعمال الشغب بالتأكيد يعني اللي عندهم محلات تجارية بوسط بيروت تكبدوا خسائر كتير كبيرة نحنا اليوم منقول أنه منتأمل أنه توصل الأمور إلى خواتيمها بطريقة أقل أضرار ممكنة ومنتأمل هالشيء يصير بأقرب وقت ممكن يعني اليوم في مطالب محقة ونحن عم نسعى أنه سيد دانيال دانيال ملحم لديه تعليقها يكون عندها هالحكومة دور إيجابي بهالموضوع سيد دانيال سيد أشعر أنا أستغرب لحد هلأ عبليا حتى من حديثك بفهم أنه مفهوم أنه حضرتك ناتر يعني فيه كوى أمنية فيه متظاهرين حضرتكم أنه الحزب القوي موجود 35 نائب فيه تقريبا 11 وزيرة أو 12 وزيرة وهلأ فيه الثلاث الضامن عم تشتغلوا على الثلاث الضامن أنا اللي بعني ما عم بفهمه هلأ أنه عمليا فيه رئيس جمهورية ورئيس الكوات المسلحة وحضرتك برك عم تحكي أنه فيه متظاهر فيه القوى الأمنية لازم تبرر طيب أنا اللي بشوفه هلأ أنه عمليا بوافق بوافق السيد عز الدين بنقطة بشغلة واحدة صغيرة أنه فيه إنكار عمليا فيه كسور أنا بشوف أنه الأزمة الحالية لم تعد اقتصادية أنا اللي بشوفها هلأ لأنه اقتصاديا فيه عندنا حلول كتير ولكن الأزمة هي عمليا أزمة سياسية وهي فيه كسور بالرؤية طويلة الأجل عند السلطة أنا بشوف أنه اجتماع اجتماع يضم الوزراء ذات الصلة واقتصاد ومال المصرف المركز المصارف بيطلع بيطلع بالمؤتمر الصحفي من الأسر الجمهوري رئيس جمعية المصارف وين ناطق الرسمي بالأسر الجمهوري مين حكم البلد الضبط يعني المشكلة في لبنان بالأساس هي ليست عجز في الميزانية أو عجز مدفوعات المشكلة هي عجز سياسي عجز سلطة سياسية منظومة سياسية تتنسيني عاجزة أصبحت اليوم عاجزة أن تكمل بالنهج نفسه كلمة بس عن الحكومة يجب أن لا نعود على هذه الحكومة لأنه أصلا ليس لديها أي خطة تم تسمية حسان دياب دون خطة نحن لا نعرف أصلا شو يعمل وأصلا ليس لديها ليس لديها أي خطة لإدارة هذه وحتى اللحظة لم ينجح بأي أعلان أي تركيبة كيف يمكن أن تنتج كيف يمكن لهذه السلطة أن تنتج حال إذا هي لا ترى المشكلة ما دور حاكم مصرف لبنان في كل هذا هو الاسم الأبرز حاليا هو المسؤول هو المسؤول يعني أتواجه إليك سيد أشقر هو المسؤول والطبقة السياسية هو المسؤول بالمطلق كشخص أول لأنه يستطيع القوانين قانون الحنقد والتسليف وضع بعض العقبات أنه يمنع تديين الدولة بأكثر من 10% مواردات الدولة ولكن هو سمح وفتح هذا الموضوع هو المسؤول في ظمر للطاق في هذا المطلق وأكيد السلطة السياسية مسؤولة حاكم مصرف لبنان يبقى موظف موظف دولة على القرار سياسي في البدء وإذا لم يكن هناك نية سياسية لازم اضطر أمسك يعني حاكم مصرف لبنان نحن قلناها من سنة ونص هو يعمل يعني هو فعل ما يعمل وما لا يعمل لأجل تأجيل هذه الأزمة بانتظار أن تتشكل حكومة قادرة على اتخاذ كرارات جريئة كماية الصناعة وكل هذا يستوجب إعادة الثقة واستعادة الثقة المفقودة تماما هذا أمر كنت أشرت إليها يوسف عز الدين أنت كألاف ومئات الألاف المغتربين اللبنانيين عينك على لبنان بالنسبة إليك كمغترب عادة ككثيرين يرسلون الأموال إلى عائلتهم ما الذي قد يقنعك في المرحلة المقبلة كي تعود الأمور إلى سابق عهدها كي تكمل ربما أنت ورجال الأعمال هنا في فرنسيا وغيرها بإرسال الأموال إلى لبنان وغيرها المنظومة السياسية اللي حكمت 30 سنة نحن فقدنا الساقة فيها يعني لا يمكن لها أن تستمر التحدي الحقيقي بس لأولا أستاذ وليد هو تنظيم الانتقال السلم للسلطة ننتقل من واقع اللي هو واقع انهيار لواقع دولة مدنية دولة ما بيحكموها زعماء الحرب دولة ما بيكون فيها محاصصات طائفية دولة ما بتعتمد على تصدير الشباب وتهجيرهم بالمقابل استيراد الدولار وشحادة الدولار من الخارج بس تتكون هذه السلطة الانتقالية بتوضع خطة انتقالية نحن كنا عم نطالب حتى بحكومة وما زلنا يعني حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية يعني أي تقدر تاخد صلاحيات تشريعية وتقدر تاخد قرارات بدون تصويت مجلس النواب عليها لحتى تقدر نطلع لبنان من الآزمة لمدة 18 شهر ومن بعدها منشكل حكومة ومن بعدها ممكن نأسس لدولة مدنية ولكن بالوقت الحالي الأولوية هي الانتقال السلمي للسلطة وهيدا الشيء يلي المنظومة السيسية الحالية وزعمة طوايف الرافضين يسمعوا حتى عنه ورافضين يحكوا معنا لأن هذا يستوجب عمليان تغيير أصلا في قانون الانتخاب في لبنان لإيجاد نحن ما عم ندعي لانتخابات مبكرة هذا بيكون خطأ كبير لأنه بحالة الفوضى إذا عملت انتخابات مبكرة يلي بيربح هو يلي أكتر شي عنده تنظيم نحن عم نحكي عن تفاوض مع هذول يلي صارهم 30 سنة لا انتقال سلمي للسلطة لأجل وضع خطة تنقذ البلد والخروج من هذه الأزمة بأكل خسائر ممكن شكرا